بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتور 10 Power Screws وبنستكمل Stresses in Power Screw النوع اللي بعد كده من السترس اللي هو Torsional Shear Stress بما أنه بأثر بتورك على الثريد هنا أو على القلوز فبالتالي التورك بيسبب تورشنال سترس Tau قمته بتساوي 16 في تورك على باي في الديكور تكعيب يبقى في عندي نوعين من السترس بيأثروا على السترس في الحالة دي لابد أن الدزاين بتاعي وحساب الأبعاد ينبني على اللي بتنص على أنه Tau maximum بتساوي نص في جزر التربيع السيجما سكوير ده اللي هو الديريكت أو نورمال سترس بلاس فور تاو سكوير ده اللي هو إيه التورشنال أو الشير سترس حيثو سيجما اللي هو السترس due to load W والتاو اللي هو التورشنال شير سترس والT اللي هي بتمثل التورك النوع اللي بعد كده من السترس اللي هو الشير سترس due to axial load ده اللي هو بيحصل على جذور الأسنان قص اللي بيحصل على جذور الأسنان وده بيختلف من السكوير إلى النط فقط في الديامترز يبقى الشير سترس Tau بالنسبة للسكوير بيساوي W اللي هو الحمل على الأرية الأرية هنا بتتكون من إيه الأرية هنا اللي هي باي في الديكور ضرب T اللي هو ارتفاع السنة ضرب N اللي هو number of teeth أو number of threads in engagement في حالة التعشيق أما بالنسبة للنط أو الصمولة بيختلف عندي بس الديكور بدل الديكور بيستخدم الدي اوتر اللي هو القطر الأكبر هنا بدل الديكور أو أحيانا أرمز له بدل دي اوتر أقول عليه النومنال ديامتر النوع اللي بعد كده والأخير اللي هو بيرنج سترس أو إجهاد التحميل أو أحيانا برضو بنقول عليه إجهاد السحق وده قيمته بتساوي الـ W على باي على 4 ده طبعا اللي هو إيه سيجما بيرنج W على باي على 4 دي اوتر سكوير منس دي كور سكوير ضرب ن حيث ن اللي هو بيمثل النومبر و بكده نكون انتهينا من شابتر 10 ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله موسيقى موسيقى